أذكر أخوتي بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ما تقرب العباد إلي بمثل ما افترضته عليهم ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه فإنك متى كنت تكثر من النوافل وفقك الله جل وعلا لحماية جوارحك من أن تستعملها في معاصي رب العزة والجلال وفي عصرنا الحاضر استجدت على الناس من الوسائل التي تجعل المعاصي تفد إليهم بالرؤية الحرام وبالسماع الحرام وحينئذ تمكنهم من أن يكتبوا وأن يتكلموا في هذه الوسائل وبالتالي عليك أن تجعل هذه الوسائل شاهدة لك باستعمالها في طاعة الله وإحذر ثم إحذر أن تجعلها شاهدة عليك باستعمالها في معصية الله جل وعلا ومن أعظم ذلك أن يتكلم الإنسان بما يحرغ الناس بعضهم على بعض وبما يفسد ما قصدت الشريعة من اجتماع الكلمة ومن استقرار أحوال الناس احذر من كلمة لا تحسب عواقبها فيكون لها الأثر السيء على الناس ترجمة نانسي قنقر